اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة التي نستخدمها في عمل Quantitative Risk Analysis ومنستخدمها في المودلين ايضا ومن الاشياء المشهورة في Quantitative Risk Analysis اللي هي بنسميها Expected Monetary Value Analysis او نختصره ب EMV Expected Monetary Value اللي هي القيمة المالية المتوقعة او تحليل القيمة المالية المتوقعة ال EMV هو عبارة عن Statistical Analysis تحليل احصائي والهدف منه انه بيحسب لي معدل حدوث سيناريو معين في المستقبل حنشوف بيثال عليه الفكرة منه انه احنا بنحاول ان نتوقع المستقبل واحتمال حدوث سيناريوهات معينة وبنحط لها قيمة عددية قيمة مالية حتى نقدر نقارن بين الخيارات العديدة او الاحتمالات العديدة وبالتالي نختار الخيار الصحيح EMV Adopts a Risk Neutral Assumption يعني بيتعامل مع السيناريوهات كأنها تخضع لنفس الظروف من ناحية العوامل المحيطة بيها وبالتالي حيكون كل السيناريوهات فيها نفس المقدار من الريسك او شيء منها القبيل وبالتالي طبعا يعني صعب ان ناخد بعين الاعتبار انه والله سيناريو معين فيه ريسك اعلى والكلام هذا كله بتصير الامور more complicated فيه تكنيكس اخرى وممكن نتعامل معها او نستخدمها لكن الامو هي عبارة عن فيها حيادية في من ناحية المخاطر في التحليل الفكرة منها انه بنضرب probability مضروب بال impact يعني احتمال حدوث الحدث بنضربه في مقدار ال الاثر اللي بيعطيني هذا الحدث واللي هو المبدأ الاساسي تبع التحليل المخاطر بشكل عام الEMV expected monetary value ايضا تسمى ب decision trees او شجرة القرارات وال expected monetary value المتعلقة بالفرص لازم تكون ايجابية او موجبة وال expected monetary value تبعت التهديدات او negative risks لازم تكون سلبي يعني ما بيصير يطلع معاي EMV لnegative risk بقيمة موجبة لازم يطلع تكون قيمة سالبة هاي يمكن بتهمكم في الامتحان اكثر لانه مرات الاسئلة بتيجي هيك متشابهة الاجوبة فيها والفارق هو مثلا عبارة عن اشارة السالب لكن العدد نفسه و بيعطيك خيارات واحدة منها موجبة واحدة منها سالبة وبالتالي انت لازم تعرف انه الفرص لازم تكون الAMV تبعتها موجبة بينما التهديدات لازم تكون الAMV تبعتها سالبة decision tree او الAMV شكلها زي ما انتو شايفين هيك وطبعا هذا كان سبب تسميتها tree والtree او الشجرة يعني ممكن تكون افقية او ممكن تكون عمودية بغض النظر هي tree في النهاية شكلها شكل شجرة الفكرة انه انا في عندي قرار معين لازم اتخذه وفي عندي عدة خيارات ممكن اكثر من اثنين حناخذ مثال لاحق ان شاء الله وكل خيار لما بامش فيه عبارة عن سيناريو معين في المستقبل يعني لو انا قررت امش بالخيار هذا حمش في كل المسارات اللي ممكن تنتج عن الخيار اللي انا اخترت في عندي زي ما حكينا decision node اللي هو decision النهائي و other decision nodes اللي هي عبارة عن الخيارات لانه انا بقرر ايش الخيار اللي بدي انفذه وفي عندي ما يسمى chance node واللي هو بكل بساطة نتائج الخيار هذا حسب معطيات معينة الخطوط اللي هون هي احتمال تحقق chance node هذا يعني اذا انا مشيت في الخيار الاعلى في عندي 20% احتمال يتحقق هذا النتيجة وفي عندي 80% احتمال تحقق هاي النتيجة وهكذا واخر شي في عندي outcome nodes اللي هم طريقة معينة للحساب بقيمة معينة حنشوف المثال بالارقام حتى تتوضح معنا قبل ما نشوف المثال بالارقام حبيت بس اوضح نقطة معينة انه chance اللي هي probability احتمالية تحقق شيء معين اول شيء الارقام اللي هون اللي متفرعة من decision node معين لازم يكون مجموعها كلها 100% يعني لو كان عندي مثلا 10% زائد 20% لازم اخر واحد يكون 70% حتى يكون مجموح 100% هنا حبيت تبسط الرسمة فحطيت 2080 النقطة الثانية انه النسب اللي هي probabilities لازم تكون نفسها نفسها لكل decision nodes اللي هون يعني ما بصير هون يكون عندي 2080 وهون يكون عندي 1090 لا ليه لانه النسب هاي تعتمد على الظروف المحيطة بالسيناريو واللي هي غالبا بتكون لها علاقة ب اوضاع السوق حنشوف كمان شوي مثال بالارقام يوضح لي التفاصيل هاي خلينا نشوف مثال بالارقام بس حبيت انبهكم انه هذا مهم جدا للامتحان لانه بتتكرر ومن الاشياء اللي بتيجي دايما بالامتحان زائد انها فعلا جدا 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 سهلي اذا افهمنا كيف طريقة عملها فلا تخلوا هيك الرسمي تخوف كم شوي وارقام وخطوط والكلام هذا كله لأ هشرح لكم يا هس بالتفصيل وخطوة خطوة وحت توضح معاكم وتصير سهلي جدا وممتعة العمل فيها نوخذ مثال بالارقام لنفترض انه انا في عندي top decision زي ما حكينا اللي هو القرار اللي لازم اتخذه في النهاية هل انا ابني مصنع جديد او اعمل تحديث للمصنع القديم اللي عندي يعني طبعا زي ما تشايفين decision tree هاي ممكن تستخدم strategic planning اللي هو التخطيط الستراتيجي واتخاذ قرارات معينة في استثمارات زائد الاخطار انك تقيم الاخطار وبالتالي تشوف اي الخطر نتائج اسوأ او اي فرص بتعطيك نتائج افضل اذا كانت القيمة موجبة في المثال اللي امامنا انا عندي قرار يا اما ابني مصنع جديد يا اما احدث المصنع القديم طبعا على اي اساس انا بدي اتخذ القرار لازم اخذ بعين الاعتبار بعض المعطيات اول شي انا اذا بنيت مصنع جديد رح استثمر 120 مليون دولار لو عملت اوبغريد حدثت المصنع القديم رح استثمر 50 مليون دولار فقط اوكي طيب هل هاي المعلومات كافية انه اقرر انه والله انا بدي امشي مع الخيار الارخص لا طبعا مش شرط اوكي ممكن تكون بالصدفة فعلا هذا هو الخيار الافضل هنا في المثال اللي امامنا لكن مش شرط فكمية الاستثمار او مبلغ الاستثمار لحاله ما رح يساعدني انه اتخذ قرار يعني ناجح او زي نسموها informative decision اعمل اتخذ قرار يكون مبني على تحليل صحيح فلازم انا اتعمق اكثر واشوف بعض المعطيات الاخرى طيب اذا انا بنيت مصنع جديد وكان عندي strong demand يعني في طلب عالي على المنتج اللي بينتجه المصنع هذا رح يجيني حجم مبيعات بمقدار 200 مليون دولار لكن لو كان weak demand الطلب ضعيف عليه على المنتج اللي بينتجه المصنع هذا رح ابيع او اتوقع اني ابيع بمقدار 90 مليون دولار طبعا زي ما انتم شايفين هاي من تحليل السوق ومعطيات ويمكن انا لازم استعين بي اراء خبرة في الحال هاي السؤال الاخر انه طيب ايش احتمال يكون في عندي strong demand ايش احتمال انه يكون في طلب عالي عندي على المنتج من قبل المستهلك وايش احتمال انه يكون الطلب منخفض على المنتج من قبل المستهلك اجين من معرفتنا بالسوق وتحليل للسوق وجدنا انه احتمال انه يكون في طلب مرتفع هو 60% واحتمال انه يكون الطلب غير مرتفع او منخفض هو 40% هاي تابعة للسوق نفسه لحالة السوق لذلك يا جماعة النسب هاي لازم تكون نفسها لكل الخيارات يعني ما بصير يكون عندي 60 40 هون و70 30 هون لا لانه السوق وضع السوق هو هو ما رح يختلف العوامل المحيطة بي التنفيذي للقرار هذا او قرار معين في الحال هاي الاستثمار في بناء او تطوير المصنع العوامل المحيطة بيها هي العوامل العرض والطلب ومدى استهلاك المستهلكين والمقدار الطلب على المنتج اللي هي عوامل السوق نفسها فعوامل السوق هي ثابتة لذلك هتحصل انه 60 40 لازم تتكرر لكل النود اللي هون ملاحظة سريعة على السريع هيك بس الامتحان مرات بالامتحان بيجيب لك في الأسلي بيعطيك فقط مثلا قيمة 61% انت لازم تستنتج انه هاي قيمتها 40 لانه حكينا مجموعهم لازم يكون 100 فلو حكا لي في الامتحان انه نسبة strong demand 60% وسكت خلاص انت تلقائيا راح تعرف انه نسبة او احتمال 40% لانه المجموع تبعهم بالتالي لازم يكون 100% ولو ما حكا لي شو probabilities للخيارات الاخرى طبيعي لازم يكونوا نفس الشي وطبعا لو حكاهم لو ذكرهم لازم يكونوا نفس الشي فمرات في الامتحان في الأسلي ما بيذكر لك الخيارات الاخرى لعدة اسباب يمكن حتى يختبر مدى قدرة استيعابك للمبدأ هذا ويتأكد انك فاهم انه النسب اللي هي probabilities لازم تكون نفسها لجميع الخيارات طيب لو احنا عملنا upgrade للمصنع عملنا تحديث فقط للمصنع وكان في strong demand اللي هو زي ما حكينا حسب حالة السوق احنا متوقعين يكون في 60% فرصة انه يكون في strong demand انا اتوقع ابيع ب 120 مليون دولار لاحظوا الفرق الناتج هنا 120 مليون مبيعات عن 200 مليون مبيعات ليش هذا هذا متعلق بالخيار اللي انا اخترته اذا انا بنيت مصنع جديد على اغلب رح يكون مصنع كبير والمعدات حديثي وطاقت الانتاجية اكبر وبالتالي رح ابيع اكثر وبالتالي حيكون حجم المبيعات عندي اكبر لو انا اعمل تحديث فقط على المصنع رح يكون في قيود لطاقته الانتاجية مهما كان وبالتالي اتوقع حجم المبيعات فقط هو 120 مليون دولار فاذا انا بعت ب120 مليون دولار لما يكون في strong demand ايش اتوقع ابيع لما يكون في weak demand انا اتوقع ابيع بقيمة 60 مليون دولار فقط في حالة الطلب الضعيف على المنتج تبعي واللي احنا قدرناها اجين من حالة السوق ودراستنا للسوق باحتمالها انه تكون 40% فهاي هي المعطيات اللي امامي انا صار هسا لازم انا اعمل بعض الحسابات صارت المعطيات عندي كافية اني احسب بعض الحسابات اول شي لازم احسب هو قيمة الاوتكم او الاند نود بسموه واللي هو بكل بساطة عبارة عن الاثر تبع ال strong demand الاثر تبع ال event اللي هو strong demand بطرح منه قيمة الاستثمار فطرحنا 200 مليون ناقص 120 مليون صف عندي 80 مليون قيمة الاند نود اللي هون طيب قيمة الاند نود هذا عبارة عن 90 مليون ناقص 120 مليون طلع عندي سالب 30 مليون لاحظة مهمة جدا الاشارة السالبة هون كأني انا رح اخسر واحتمال اني اخسر طيب فبنفس الطريقة انا حسبت قيمة الاند نود لهذولا حسبتها هنا عبارة عن 70 مليون واللي هي 120 ناقص 50 وهون 60 ناقص 50 حتى تعطيني 10 ملايين قيمة الاند نود بعد ما احسب قيم الاند نود صار لازم اضرب ال الامبا الامباكت اللي هو الاثر الاثر النهائي اللي هي قيمة الاند نود باحتمال اللي بسبب لي الاثر النهائي طب انا 80 مليون شو كان احتمالها كان احتمالها 60% لانه هي 60% انا متوقع strong demand واذا صار في strong demand حينتج عندي ناتج او اثر 80 مليون مبيعات تمام فهي 80 مليون احتمال تحققها 60% وإحنا زي ما اتفقنا decision trees مبدأها هي ضرب probability مضروب بالimpact الprobability عندي 60% بضربها بالimpact اللي هي 80% شوفوا كيف ضربت 60% point six zero مضروب ب80 مليون وبجمع عليها 40% مضروب ب30 مليون بس بالسالب لاحظوا لازم ناخد اشارة السالب مهمة جدا وبالتالي انا يعني هنا بكون قدرت شو مقدار الخسارة المحتملة اللي انا اخسرها لما يصير فيه طلب ضعيف وقدرت شو مقدار الربح اللي ممكن او الربح اللي ممكن اعمله في حالة مكان الطلب قوي وطبعا بجمع القيم هاي وبما انها هاي خسارة لانها بالناقص بالسالب طلع عندي مجموع الربح الصافي النهائي اذا انا بنيت مصنع جديد اللي هو الخيار هذا طلع المجموع عبارة عن 36 مليون دولار وهاي وهايه وهايه ال وهايه ال وهايه تبعت الخيار هذا هيك انا بحسب ال وهايه ال وهايه بنفس الطريقة راح اضرب 70 مليون في 60% وأجمع عليها 10 مليون مضروبة ب40% هيطلع عندي 46 مليون هي قيمة الخيار او القيمة المتوقعة للخيار الثاني اللي هو خيار تحديث المصنع اللي هي بنسميها expected monetary value طيب اي خيار انا لازم اختار منهم واضح انه لازم اختار الخيار واللي له قيمة اكبر من ناحية expected monetary value يعني السيناريو هذا بيحكي لي او كانوا بيحكي لي انه لو انا عملت upgrade للمصنع متوقع انه يكون صافي الربح عندي 46 مليون بينما لو عملت بنيت مصنع جديد متوقع يكون صافي الربح عندي 36 مليون فطبيعي اني ااخذ 46 مليون اللي هي القيمة الاكبر ل EMV هذا هو مبدأ decision trees و expected monetary value analysis ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر